السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الفيديو الماضي انا قصرت الفيديو شوي على اساس اكمل المطار في الفيديو هذا بس ضفته هني انا مطار يديد لو تشوفون حطينا مطار هني ثاني قاعد اجرب كنت الاشكال والديزاينات والفندق حطيناه اياكم واشياء حلوة الحين المطار نفسه محتاي مساحة حديقة نوعا ما ومساحة مرور مشاي يعني مثلا هاذي انا مش عايبتيني بكبرها بنبدأ نزين فيها المطار خلنا نشوف طبعا في اشياء وايد هني بتنحط هني لازم ينحط ابسط شيء مونيمنت ولا شيء نصب تذكاري عساس الناس تقدر ولا يكون في سبب الناس تنقل هني بس حاليا بلمشي مع ثمي الشوارع الابيض والاحمر بنبدأ نزين المكان لان في حركة في المطار vad Aa اشوف واللي انا فهمت انه ما بكون فيه اشو برغسط بس في نوعا ما هني موجود بس اما يعني يكسبنس ما لاوايد عالي فما قاعد هل قاعد يغطيه الحين ولا كيف ولا كيف فيغطي في حال ويجود ال الافल ابل اير لاين نفسه مفروض يبدأ يدخلي فلوس نزيل بالطريقة هذي نحن ما راح اخلص راح اقعد اشرح لكم ساعتين ونصف فبحاول اني اختصر الموضوع شوية شوفوا في خطوط مشاء دايركت خطوط المشاء هاي شوفوا هاي ليش احبوا موف التول هات تولز اتمنى في ستي سكايلاين توي يحطونها بتكون رائعة جدا ممكن نسويها بعد منطقات حديقة نطلع منها فلوس فكرة حلوة بعد ترا لنا هني ممكن نسوي يلسات كاملة بس ما احسها تستاهل صراحة ان سالفة الفلوس لان المطار مفروض يطلع الفلوس بلاش نزين بنزينة زينة شير حول المكان وبنبدأ نحطي اشياء هني باركنات طبعا هني بكتو زينة هالصوب لان في الصوب الثاني بيكون في باركناتها باعزل الخدمات والباركنات عن شو عن شكل المطار كشكل كلي يعني اوكي في مركز شرطة واشياء انا اتب شكلهم حلو هني بس انا عندي هاي هني بس بعد ما نظف المكان زين لانا اظني هني المكان زحمة واللاندفل فل وهني في سيارات فاضية لكن يا اخي غيرت الشارع على فكرة خلتها شارع طابقين ورايح وراد وشوف الزحمة واي تخفت عندي سوينا شوي تغيرات هيكلية في زحمة الشوارع الصراحة بس هني ليش لانا الجمعة هاي المش قادرين يوصلون هني بريحية معاني انا مسوي لهم بايباس من هني بس بعدهم كلهم يستعملون الطريق الاساسي هذا كطريق اساسي فالحل الامثل اني انا سرعة هالشارع ننزيده ما في الا هذا الحل نحطي هني السرعة مثلا 100 من 60 الى 100 خلي شارع واحد بطيء اللي هو اليمين عساس الناس تلف ونتوكل اتصور بطريقة هاي على اغلب على اغلب راح يستعملون خلا نسويه بالطريقة هاي ابرج تسعين هذا مفروض وصل لين هني ايوه هذا ما بات تسعين خله بطيء فاذا الناس بدت تستعمل هاذ المكان راح نرتاح من عوار راس وايد اه الناس راح تبدأ اتيه هني شوي 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 شوفو نبا نحول الزحمة لهذا الاتجاه بدل ما الناس اتي كله من هني لنا هني اخي نح نقدر نحوله بعد الشارع كزحمة لان الزحمة في هال الاتجاه يمين لفة يمين وهاي اللي يطولون اللي هم يلفون يمين فشو نقدر نسوي اللي نقدر نسوي اللي بالشارع العجيب السحر اللي يضافوه لنا اياه الهذا ونبدأ نكبر هذا التجاهين بدخول المدينة لان هاي الليش لا تنسون هني شو عندي انا اا عندي المترولاين والمترولاين ما لي زحمة صح؟ فبالتالي هذا نبا نوصله لمنولة المترولاين المترولاين نازل تحت ما احس اني وايدة باطورة اكثر من هذا ولكن هني عندي زحمة ثانية متركزة صح؟ الزحمة هاي اقدر افكها لانتقاطعين وايد قرب من بعض ممكن افك التقاطع هاذ اهدمه وفكنا من زحمة هاي بس احس بعد غلطة بتكون فالفكرة يعني ان هذا يتحول لشارع الرئيسي خلاص شوفونا هذا يتحول لشارع الرئيسي ما يوقف الشي بس هذا اذا تحول لشارع الرئيسي ما يوقف الشي الفكرة هني شو راح يستوي الحين الزحمة هني في الخروج صح؟ شوفو اذا حولت اربع شوارع مصيبة عنا فورلين بعد صغار حاطينهم خلنا نشوف هذا كم لين؟ تولين 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 ما حطوا لنا شارع ضيق لو كانوا حطينا شارع ضيق كان وايد حلو فشو بسوي؟ بجرب الحل الصعب الحل اللي انا ما اداني اللي هو هذا ثريلين واحد مع باصات واحد مع كذا ونسوي هذا المكان عبارة عن دوار ضخم اتشوف هذا افضل اختيار حاليا ممكن نسوي مشكلة شوي ممكن يضرب لنا شوي خدمات لكن عنا الخدمات وايد قوية لازم صعب وايد يضربهم فلا هذا اللي نغيره الحين شوفو هذا بالعكس شوفو فالحين شو سوينا وزعنا الزحمة بشكل قوي جدا خلاص الزحمة هني ممكن تتجمع شوي المشكلة ليش لانه هني واقفة صح اذا عامل هذا معامل الدوار شوفو هاي التركس يمكن في ناس الحين ملانة لكن هذه الخدع اللي تخليك شو لا تدخل ما هني افسح الطريق المجال كله لمنو للي يدور في الدوار الدوار هذا نسويه دوار عود السيد اللي يكمل هو سيد الدوار فبالطريقة هاي خلاص استوى دوار هذا على امل الحين يبدأ يشلي الزحمة يشلها 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 لانه استوى دوار عود صحيح شكله مش دوار الناس مساكين اللي عايش على الدوار هاي بتعيسهم شي خدمات كلها واصلة معادة تعليمه ظنية هاي بس تعليم عندنا الناس متعلمة فيه الكفاء يشوفو حين الزحمة هاي مفروض تخف وزدنا السرعة من هني الناس بتبدأ تطلع شوي من هالشارع يعني الناس مفروض ما تطلع كلها من هني وبس وعندنا هذي المنطقة بعد فيها الزحمة هاي الزحمة بعد ممكن نحلها ترق مشابهة ترق مشابهة بس الناس قاعدة تتي من هني كاختصار وتاخد درب اي درب درب في الوسط هذا نزين هذا اذا استوى دوار هذا حطينا افسح المجال صح اي افسح المجال هني الزحمة خفت الحين هني نبقى نسوي شي مشابه نبقى الناس تقدر تطلع من هني وترجع هني كدوار ولي بيطلع يرجع من هني بالطريقة هاي لفع عودة بس ممكن نضيف اذا ضفت اي شارع راح اغلط غلطة لانه ما بالناس تدخل ا بالناس هني دوار بالعكس دوار بالعكس ها راح يكون مؤذي شوي الا اذا اشلها الشارع بكبره من هني انا اسف اللي ساكن على دلت زعل مني نزين وخلي هذا الدوار خالية لحينا خلاص ما في شي الناس تبدأ تروح من هذا الشارع بس مشكلة الزحمة عندنا عالية بشكل مرعب تعرفون وهني بعد زحمة مش شوية هو لو كان نفس السلوشن اللي عندنا الاولي يومن نزله مد بس الحينا بدون مدات قاعدين نلعب اللي هو الشارع يكون اربع لينات صغير نفس هذا تحيدونه اذا تذكرونه والله ايوو هذا تولين رود مونوريل مونوريل مونبال حينا هذا شوفوا في شوارع عديدة شكلها شوارع طيبة صراحة هذا فورلين وذبس لين بس هذا نفس الشي بالنسبة للناس فعليا وراح يسوي الفرق الخرافي والله هذا يبالي يلسى بالطريقة هاي انا بقعد ساعة وشوية اسوي وايد اشياء نعم بيوت اللي هني يمكن تنشال هذا يمكن ينشال ليش نحطي دواوير نحطي اشياء بس هني اذا الزحم اللي هني انا اقدر اشيلها عن طريق هذا الشارع تعرفون ليش؟ لان اذا ايب انا هذا الشارع كم سرعة الحين اه خمسين صح وحطي ثمانين الشارع الداخل هني عساس الناس اللي تلف ما تسوي حشرة مزين؟ واني بهذا الشارع نسوي ثمانين شوفوا الحين هاي خدعة نوعا ما عساس الناس تلتف في شارع مختلف عرفتو؟ هذي التركات اللي فعلا تقعد تسوي لكم اشياء وايد انتو عندكم في الزحمة وايد تقعد تسوي لكم فرق الحين اذا الناس يتمن هنا ما راحت مهناك شي ثاني مزين؟ الحين هذا بالنسبة لي شارع فرعي يعتبر ترى يعني ياي على شارع رئيسي فش بسوي عساس ما وقف الزحمة اللي هني هذا بيعطينا فسحة الطريقة شوفوا حين هالزحمة اللي بنخلصان هن ليش هالزحمة كلها سيرها للمدينة هاي هني كل المعضلات هني شوفونها اني اشلشي او احطي شي راح يسوي لي مشكلة منزين ابقى ارجع الشارع هاذا صراحة احس ما سوي خير يوم شليتها شوف فيه في كمية تجارب معينها راح يتمرن عليها هوه شوف فورلين رود استختم في عندنا فورلين رود صغير واووو حطينا في اللعبة انا ما ادري. ما شفت تصدقون? ها كله عادي يستوي لها خلاص. عالم كلها على وشك يتغير هني. حتى الشوارع هاي اللي هني الداخلية كامل تتغير فور لين. بس هني خلصنا الزحمة. بس آآ الزحمة تاخذونها حبة حبة. ليش? لازم تخلصون وتتريون عليها. يعني الحين مثلا الزحمة وين ياسد تصب? الزحمة كلها وين قاعد تروح? شو المشكلة اللي تخلي هالمكان زحمة? الدوار فعليا. لكن ليش? لان هالمكان كامل زحمة تشوفونا? فهالمكان يوم من الزحمة شو اسوي? هني يبالي اربع شوارع شفو. لان هني الزحمة الاساسية لين? تحت المترو تقريبا. راح اسوي كامل اربع شوارع. هاي داونتان ترى زحمة عماير. احنا حاطين شارعين على عماير يعني مش انها شي بسيط ترى. المعلومة يعني. لا 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 ما باشوفه. منزل? حتا والله مع الاربع شوارع زحمة حما. بس بنسبب باي باسات واشياء ثانية. ما بقعد كم اليوم كل هني على زحمة لان عادي اقعد لين بواتر بس هنا احاول اخلص الزحمة اللي هني. بس هاي اوكي. هاي حلت لنا مشاكل حاليا. بس همين يبونوا يروحون? يبونوا يروحون يسارة. اذا بالطريقة هاي صعبة. اذا اعطي الاولوية حقها الشارع بعد صعبة. لان اذا وقفت انا هذا الشارع في اي لحظة. شوفوا. هل نشتغل على الزحمة شوية. اذا خلينا هني افسح الطريق. هني افسح الطريق وهني يكمل. تعرفونش الخبصة اللي راح تستوي. وهذا يكمل مفرط. شوفوا. اوكي. هذا هنا يشوفوا المشكلة ان هذا يكمل سيدة صح? شو بسوي? بني بهذا. هذا بس اللي في سار. اللي بيروح سيدة ايها الشارع. الحين بيمشي. انا هاي اللي بيلفون برع وفي حدا بيلف داخل. شوفوا. الحين هاي الزحمة يبالها شوي وقت. بس شو بيبدأ يستوي بتبدأ تخف. تخف تخف تشوفوا. احب اشوف كيف. مهي. نوعا ما. هاي اللي ببالهم يتحركون. لان ليش انا هاي اللي عطناهم افسح الطريق صح? نبا نحن. هلا ثنين يمشون. اوكي بيتدعمون شوي بس ما عليه. هلا ثنين يمشون. هادا فسح الطريقة. هني ما في زحمة. هادا شو راح يستوي هني. اربع شوارع. كامل. نزين. بالطريقة هاي. وخلاص. الحين بيبدون يمشون شوي 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 شوي. شغلانة هي بس بيبدون يمشون. ترى هذي علة الزحمة في ستيزي سكايلين. عرفتو? نزين. خلنا نرجع لمنطقة المطار اللي مفروض نحنا بادين فيها من زمان. عنا الزحمة في المطار. الحمد لله. بيناس رايحة رادة. بس لازم نزيد الاتراكتفنس. حلو. اتراكتفنس ما لا يبالى مجموعة اشياء. اولهم هاشو يسوي هوتل دسكاونت. خلنا عطي هوتل دسكاونت خصومات. والحين هذا مفروض يبدأ يرفع. الاتراكتفنس ما لا يعندي بعد. مزين. وفي عنا اشياء ثانية نفس هذا فندق. مفروض بعد يعطينا اتراكتفنس. فخلنا نفتح المطار نفسه. مزين? ونشوف الاشياء التي تعطيه جذب للناس. الحين هذي يعطي اتراكتفنس. والله ما يذكر ستين. هاي اللي ما يعطون ما يعطون اتراكتفنس. ولا يعطون ثمانين الهباتة. مش شوية. انا حاط واحد دائري كم اعطاني. خمسين بس. زين اذا احطي واحد من هاي اللي بعد داخل المطار. نزيد اقولتهم الاشياء. ولا الطيارات. بما انه عندي خطة هني. مطار استوى شوية خبصة صراحة بطريقة هيا. بس اظني عادي. بس اظني عادي. مو مشكلة. نقدر اه اكتر ازيد هذا جنب هذا. صعب شوية. لكن ممكن جدا. انه نضيفه ونشبكه بالمطار شوفو. مشكلة الطيار الهني راح تعاني. الطيار الهني راح تعاني. والله ان المطار هذا مش تخبيص. والله ترقيع. بس على الاقل على الاقل عرفت سارفت للمطار. صراحة. يعني انا داشا شوي على عماها ودارس احاول اني شو اسوي وياكم اتعلم وياكم. نفس ما قلت اول السيريس هذا. فبالتالي اه اظني قاعد يستوي شغل جيد مش سيء. نوعا ما. ما اقدر اقول بعد زين. انه صراحة مش زين ويد. ها كم يعطي اتراكتفن الستين صح? هذا احس قد ما نحط منه ابراج مراقبة يكون شكله دائما حلو ابراج المراقبة ما عرف ليش لا تسألوني. هادر في احد بيقول لي مش حلو. واحتمال انه صح. ولكن. همم. شوف ابراج مراقبة على اللفة هاي. ابراج مراقبة على اللفة هاي. وابراج مراقبة على اللفة هاي. ونحطينا مطار. اذا حطيته هني الشارع راح ايب الفين العيد. فما بقى حطيه. والله ممكن اكتفي حاليا حاليا بالهذا والفندق. مو فتح لي فندق ثاني لك شرهة العود. هذا ممكن حطيه هني في قاب روح ايا السلام. هذا بروح اتراكتفنس خلنا نشوف شكله. فنان هذا تحطي عنده حديقة واشياء. والله فنان شكل المطار. افياشن فيول ستيشن. هذا انه محطات بترول. الاول والله صياح ننزل هالاشياء تذكرون. هذا بعد. ايرلين لونش. والفنان. خلى يواجه منه. اللونش المطار. عشان يستونسون الجماعة يطالعون. شوفوا. يوح عجيب والله. فنان. 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 والله خطير ايا جماعة. هذا معناه هذا. اذا ينشل و ينحطاه هنين. و يبلونش بعد. بعد لونش وين لونش? فيول ستيشن مو في انسى الزعل. فلوس مع شيء. انجل. التراكتفنس طلع اteil نرتهي الى وهذا بعد كان في مبنى غير ما حطينا اللي هو في وله في اشياء وايدة جماعة محطة باسات Elevated Metro Station حق المطار يا الله المطار هذا الدنيا بروحها بس منحطي الحين واحد من الطيارات صغيرون لانه بيزيدلنا شوي يجذب للناس اذا كان في مكان حطي هذا باركن بروحها هنية وانه مخزن يعني مادر كيف هايت ستوي في الطيارات يعقونهم تي تحت الشمس بس يلا يا سلام يا سلام سلم والله المساحة صغيرة على المطار وانه اقدر امد الجزر هني واسوي مطارات كارغو واقدر اسوي بلاوي واشياء يعني واشياء اشياء شوفوا هذا مفروض مطار ليبل كم؟ ليبل سري لازم ابني اتش كيو حقي انا من خديد الكرافات انا من خطي نجز الناس انا من خطي مخطي نجز الناس لاحظة مكان يبا لتغير من الخاطر. هذا شو? ايربورت ترين ستيشن والكارغو ترمينال. يا الله الكارغو ترمينال. شكله فنون. والا فيشن ميوزيوم هات كوارترز ايرلاين مئة وعشرين الف. هذا اقدر احقي الاتشكيو مالي. سموير هير. جنب الفندق. بيكون شكله فنون على البحر. يا سلام. تحطي هني حديقة صغيرة هنا هني. نزيل. وتحطي هني كم دكان. والله رقم واحد يستوي. زين بعلمكم ترك صغير. اذا انتو عندكم اه مدات مثلا. اني بلن شارع غالي. حلو? مثلا الحين عندكم حلقة صح? تاخد الكوبي بيست صح? تدقون هذا. تسمون سلكت على الشارع. السلكت هذا المربع. وتدقون شو? كنترول سي. بعدين تدقون كليك 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 كليك. شو قاعد يسويه الحينة? قاعد يحطي شوارع في بعض. حلو? وطبعا قاعد يحطي هن شو? بلاش اللي قاعد تسوي كوبي بيست فعليا. خلاص خلصت منهن. دقوا البولدوز هذا. بيمين يسار. شوفوا. يتبيعون الشوارع مع انكم حاطينها ببلاش. ها ترك تويت علمته الصراحة. وترك جميل. صراحة يختصر لك وقت وايد. وما يلعب في الاقتصاد للمدات تلعب في الاقتصاد. خلاني نحطي الـ HQ هني. استوى عندي ايرلين الـ HQ. والله بنطير طيارات. شباب بنطير طيارات. مو كان شكل بيكون فخم المطار بس شو? احس بوصل هالجزر. ولازم اغير ترتيب المطار كامل يعني يمكن اسوي مربع عود شوية. اه عندي ترتيبات بس في نفس المكان. لانا ما ما بقدر اقل شيء نفسي. نزين الحين ايرلين. اه. ايرلين بسمينه خليلكو. خليلكو ايرلين. صور صور بعد. يا سهلا. شو هذا? هذي نخلة. هذا مدري شو. هذا جنة جناح. الله اقول لكم ان النخلة حلوة. عيبتني. شو لون الطيارة؟ برتقالي؟ والله برتقالي. خارة. هون زين انا اسف عالكلمة. مفعلو لكن برتقالي يلا. خلنا اعطيهم تذكرة بوئمية. شو رايكم؟ اتراكتفنس. ياسي نزل. بس عادي بحطيهم فنادخوة شيء. مشكلة. بخلي نحطي ماكسيموم. وستمية اتراكتفنس النيبة. شو رايكم؟ بتشوف يدخل الفلوس ولا ما يدخل الفلوس. لانا الحين ايرلين استوه عندي. خطوط جوية. ما نزلت لثلاثمية. او ماي كود. صبر صبر صبر. دزلت لاثمية. ابييشن ميوزيوم. متحف وين ممكن يركب هذا؟ والله ممكن نحطي متحف هني ترى. يعني اذا نسوي المنطقة لهاي حديقة تمتد للمترو. ممكن جدا. بس شو لازم اسوي؟ اول شي. خلا نشتغل على المطار حبتين. الحين انا دمان اشتغلت وياك امن على الزحمة شوي. لدينا نشغل على المطار. مزين؟ فخلنا شوي نمد المطار. يعني بالطريقة هاي. ونمده بالطريقة هاي. ما في الا هذا الحل حاليا. صراحة. ليش لانه في اشياء رائعة جدا. نفس هذا تستحق انه نحن نعطيها. اه وقت وجهد. واشياء وايد. بس اذا هني بطلع كيف بطلع الشارع من حوله. فخلنا نمسح هذا الشارع. خلى الدوار ثلاثي مو مشكلة. بس ابا الافييشن هذا. ان شاء الله على امل انه يركبه. احني شوفوا مطار يركب. هاي مشكلة بعد. هذا بيركب اذا شو. خلنا سوي استوب لللعبة. اذا نحول هالشوارع الى شوارع سيدة. نحنا كنا حاطينهم. ونزين شوارع شيش مرتبة و. ما حس سيدة ولا سيدة. بالطريقة هذي. ونيب المشروع ايوة بالضبط بيركبتي. هذا المتحف. هذا بروح اتراكتب نسموه لكم. خلنا نشوف. هذا امية وخمسين. يعني نحن الحين لازم ترى نزيد الاتراكتب نسموه لانه ضربنا ماينس. القطار ما بيلفل بيسوي داون سكور انكم عشرين الف. يا الهي. يا الهي. فلوس. كارغو ما نبه. تيرمينال حاليا ما نبه كارغو ما نبه بس ستيشن بس بس ستيشن ممكن. لكن ايه. لازم مكاني عادة تأهيل كامل صراحة. ايرلاين لونش. انا هاي كنت اصلا ناوي احطي منهم صح. هنسويهم سميتر كالهني. نات انف مني. نزيد. هاي الممكن الحين لازم نطلع شو. اتراكتب نس لمستوه شوي عالي. ليش نبه نجذب الناس التيل للايرلينترا. اذا ما جذبت الناس بعد ما من نفايته صح. هاي بتكون نفس حديقة صغيرة. وراء المطار. اه رويكم الحركة مرة ثانية. ولا. تموا تشوفون الحركة. يرى هاي تسحبون هاي تسحبون هذا. تسحبون كوبي. بيست. وتبون دقون لفت كليك لين انت ايدك تتعب. يوم ايدك تتعب معناه عندك فلوس. حلو. مئة الف خمسين الف سبعين الف ثمانين الف تسعين الف. يمكن مايرا وممكن ماشي في تسجيل. لكن انا قاعد ارويكم اياه. نزيد. بس هالمطار هذا يبال امدادات. يعني. امدادات خطيرة جدا. تي ماينفع. بس الاقتصاد ترى عالي عنا. اصلا تي ولي تي مئة الف ولا شي. انا معرف ليش حارق عصابي يعني. على مئة الف هاي. نزيد. الحين اتركت من افياشن فيول ستيشن على اساس انه. اووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو هاي شكل محلو في نصف المطار والله. خدميين جدا. فيه اشياء جميلة. لارج هنقر. نجد. اذا لارج هنقر مفروض هذا نفس ربيع اللي هناك. يركب مكانا ما هنا صح. ممكن نحطي لارج هنقر اخر شيء. بمد المطار ولا حطي هنقر. عند المطار ولا لا. بنحطي بجت هوتيلز عند المطار برع. بدل هالكلام. زين. بجت هوتيل هذا لازم يكون هني عند المترو. وتشوف شكلهم. واحد اسفر واحد اخضر. اوكي. الحين عنا نحن على هذا الخمسمية. بس الحين سهل ان نزلت ترى. ولا نحطي اوكي تركتب نس شوي عالي ليش. والله مش سهل. يعني تحت الالف وشي وايد يستهلك اتراكتفنس. بشكل مرعب. صراحة يعني متحف وهذا. في اشياء وايد تجذب اهتمام الناس. منها كنترول تور ممكن حطي منها وايد واشياء. بس اللي انا اشوفه سهل. وشكله حلو. ايرلاين لونش واحدة منهم. فيول ستيشن واحدة منهم. هاي ما فيهم اتراكتفنس اصرا لانهم كارغو على غلب. ايوة. ها كلها كارغو براية. هذا شو? ميديم كارغو رود الى اخره الى اخره. فاللي انا اشوفه منطقي. وما بيسوي شكل المكان غلط. الفنادق البجت. فنادق البجت دائما مطلوبة. ودائما تحصلون منها اه كميات او ارقام كبيرة من الفنادق. بس يباله شكله يكون منظم. يعني هني. فندقيا مثلا. هني. ناتينوف موني. ناتينوف موني مش مشكلة. الحين بيينة فلوس. انا ما بقعد اسوي على كل شي الحركة هيك صراحة. بس. هني الفندق هذا كم يكلف خمسين الف. منا بروفت. بس الاتراكتفنس. حلو. والحين اتراكت في مونس ارتفع. والبروفت مالي مفروض يبدأ يرتفع. الحين اكمستو المدخول. اربع تلاف وشوي. يطلع وينزل يعني. انا سنس. بس انا بعد ما بقى اخلي المكان شكليا بيض. اه. الاماكن هاي الحين اخلنا نسوي اشياء ثانية شوي شير. نعدل شكل المكان. وقبل الشير ابقى احدد وين الباركنات. هاي اللي انا عقب بسويهم عليكم. بالطريقة واحد اتنين ثلاثة حلو حول شير. اهني واحد اتنين ثلاثة اربع اهني بكملة شير. اهني ما با ما با ما با ما با ما با ما احس اهني اه. اوكي باركنج. ونحتاج مجموعة باركنات الصراحة لان هذا مطار. اذا المكان شكليا ما في باركنج. بالنسبة للمطار هذا شي مش زين. عرفتو? الحين هاذا استواب كم كان قلنا خمسين الف. نحطي لنا واحد ثاني هني. واني نحطي لنا ممر شجري من. هني لين وين? من هني لين? ولا هاذا يستوي? انا عرف من اوكي بايت. انا باوصل المكان. من زين. اذا ما يستوي نحن بنحطي ممر من هني لين? هني للمشاه. هني للمشاه. وبنحطي عندنا. شو? مجموعة دكاكين هني. ولا تعرفون شو? كوربرت. نحن نحتاج في المطار كوربرت. عسر بيدير الاشياء. ولا شركات. حلو? المطار هذا مش مدر. فمو مشكلة عندي شكل العماير وايد. بيكون شكله جيد. مو عندي مشكلة. بس بدأ با اتشوف شكل العماير اللي بتطلع. هذا كله لدل ترتيب المطار يعني تخيلوا حلقتين. وانا بعدني قاعد استكشف. مرات ينزلون. الشي يكون ضخم جدا. هل المطار على اغلب راح يستوي لععادة هيكلة ضخمة. اه في القناة هاي. بس حاليا احس انا راضي بشكل المطار نفس ما هو. ممم. طبعا بما اننا عنا وظايف وعنا زوار. عنا اتراكتفنس. اقدر شوي. ازيد هذا. عادي. ليش لانه الاتراكتفنس عالي. هذا كامل غلط. يبالى مطار هني مجموعة مطارات ضخمة تكون. صراحة. مش مطار واحد. لا. يبالى مجموعة مطارات ضخمة. المطار هذا يبالى ترتيب. بس حاليا ادخلنا فلوس. والصناعة الدخل فلوس. اهني ما بحطيش اسمي. اهني بحطي. شيء ايوه والله انه لانه بالحفو. كنت ابوه شيء بلازا ولا شيء احطيه. وركب عندي صح. وبالون تاورز. المنطقة هاي اه مايستوي. هذا اذا حطيته بيطلع فيه شيء شكل غلط بيطلع. نزيل. الحين نفس الثيم مالنا هذا من هني لين. اخف والله فيه تولز اشتاكلهن قسم بالله. يعني اشتاكلهن شوق. ما تحسون اللعبة صعبة من بعضها من غير بعض التولز. خلينا نحط هني شير وردي ولا احمر. عساس نغطي الفراغ اللي هني. بالطريقة هاي يستوي متروس. وهذا اتراكتبنس فيزيترز يعني في ناس. تبا جور المطار اكثر. انا ما عرفي هاشي يزيد اتراكتبنس ولا لا. الصراحة حق المطار. ولكن لا ما يزيد. ولكن في طيارات مالي ولا ما شايف. الله طيارتي شوفوا. ها طيران خليلكو. يا السلام. والله لعبتهم اللي يسويوا مداته الحين. والله لعبتهم ما فيه. احنا ماينس هذا المطار. بيكون نفس بعض الفاكتوريز صعب التعامل. يا لكن ممكن. وهو جيد. يعني الحين مساحة المطار مالنا هاي لازم يبالع اعادة تشكيل. يمكن حتى نخلي هني بس مطار ضخم. اتراكتبنس عالي. نخلينا هني في نص البحر. يروح. عفواني شو اسمه لا اله الله. المدرج في نص البحر يروح. ابا اسوي حركات في مخي. ولكن ما بتضبط امية في الامية. انا على ما اتصور في مخي الحين. الحين ابا عمارتين سكنيات هني. بس لحظة. انا هاي النقطة ابا اشلها. ليش بتسوي لي مشاكلها. ابا ناس ساكنة هني. ابا محلات تجارية. عفوا. انشل هايل. ونحطي لنا. محلات عماير. جنب العماير هذي. هاي مفروض بترتفع بسرع. ليش? لان قيمة المنطقة من اعلى ما يكون. شوفوا. من اعلى ما يكون. هاي بيوصلون مراحل جميلة. الناس اللي بتسكن هني. وبتشتغل هني بتستانس. ومحتاجين زحمة نحنا في المطار مالنا. ليش هاي مطار حي. خاصة اذا المطار ضخم كان. وفي اشياء سياحية. انزين. الشي الاخير اللي على الاغلب بضيفة للمطار. اللي هو انا بضيف مونيومت بس ما فتح عندي مونيومت بس ممكن. نضيف شي نفس عمارة عودة. يخلي شكل المطارة هذا خلاص النهائي. وبعدين انرصحه لحدايق خلاص. ممكن اهي عمارة طويلة من هاي الايوة. هاي اذا احصل لها مكان. بقيم اللعبة. حتي مكانها بالضبط جنب هذا يبين امتداد من الاش كيو. مزين. مية وعشر تلاف. امتداد من الاش كيو. فبالتالي المنطقة مالنا بتستوي سياحية. خلنا نشوف الفاليو مالها هني. منطقة سياحية. شوفوا كيف سياحية المنطقة هاي. سوبر سياحية. هذي. اتش كيو. كامباني هات كورتر. جنب الاتش كيو مالي. مبين عندي اتش كيو ضخم. والحين حول هذي المساحة نبني. الحدائق الصغيرة. يعني ممكن نحطي. مثلا. اه نقدر نسوي هاي المنطقة بكبرها من هني ممر. الناس بتزعل بس ما عليه. هذا الممرات الكبرى خلنا نلغيها. والنيب السكشن اه اذا سويت هذا حديقة انا راح الغي اشياء. لا احرام. ما بألغي شي. ما على ما لا تحملوني شوي. هاي تكلفة التجارب. خلنا نسوي هذا بالضبط جنبهم. نفس اخر مرة. اظني الالعاب والحديقة اقدر احطيها بدون شو بدون بوابة اذا ما كنت غلطانه. شوف كمية الناس اللي تستعمل المكان هذا حق السياحة. ان شو الله اقدر. على ما اذكر كان يستوي مفروض. الا اذا كنت مصد. ان سايد بارك اريا صح? هاي للاسف. وهاي ما يستوي هني طبعا. وهي ما تستوي هني كبار كلهن. بدور لها طريقة انا وحل هاي. ممكن الغي المنطقة المطار وسويها منطقة يعني سياحية شوي. بس عندي زحمة زحمة عودة. فلوس بتيه مو عليكم يعني الحين فلوسة هني بالطريقة هاي بس. فلوس مصيرها تزيد. راح ازيدها شوي اشياء انا على الاغلب. والاشياء هاي راح تكون عبارة عن ايربورت اتراكتفنس. مثلا اذا بسير المطار نفسه. انا اللي ابا اضيفة هني سيمتركة للصوب الثاني اللي هو. خلنا بين صار صديقي انا. ايوه هذا. اللونش. اللونش هاي اباحطيها بطريقة سيمتركة اللي بينهم من صوبين. نفس الشي. بس كل واحدة يبالها اربعين الف. ويلعب وايد دور كبير. الحين هذا فيشوف الاتراكتفنس مالي. فالحين هل انا بسير لماكسموم بروفت? ما اعرف. هل ابا ماكسموم الناس? ما اعرف. بس انا ابا الناس اكثر من البروفت ليش? لان المدينة راح تعيش على الشغلة هاي. المدينة هاي شخبار هاي. شخبار كنتو. في الزحمة. بعدها الشارع زحمة. الناس التي من المطار سيدة لوين? الى هذا الطريق. تحاول تلف يمين. يعني اذا نشوف الروت. حق الشارع. لحظة. الناس التي من المطار تحاول تلف يمين. بعدها وين تروح? مكان ثاني. من زين? اذا افطراضنا. انه يبنى جسر عبارة عن هايوي. من زين? وصلنا هنا. من زين? اه عفوا. هادا الجسر. هادا ون واي. سيم دايريكشن. سيم دايريكشن. تولين هايوي اللي هو هادا. والساوند باريير نبا. فالجسر صغيرون بيوزع. لان الزحمة الحين ايايا للوسط من المطار. فنحن بندخل من المكان اللي ما في حد. شوفوا الزحمة واي تلعب دور في السياحة في كل شي شوفوا. الحين الناس بتبدأ تاخذ هذا الطريق. باختصار. شوفوا. فالزحمة هنية على طول شو استوت? على طول خفت. على طول. خفت وايد بعد. بس هذي هاي 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 هاي. للشارع ما في زحمة بسوي شارع على شارع كبيرة. شوفوا هالاشياء تفرق وياكم فرق. بالطريقة. افسح الطريقة. مزين? خل هذي اللي مشون. الزحمة تخف. ليين يوصلون اهني? الحين اهني قردي زحمة استوت. بطريقة جميلة. بسيطة مبسطة جدا جدا. طبعا بنبدأ نشتغل على الزحمة شوي شوي بس الزحمة من الصناعية هاي لازم نلاقي لها طرق بديلة مع اني انا عندي وايد طرق للصناعية بعد ما سويت الشارع على طابقين. لكن هذا الطريق مش سهل ابدا. ابدا ابدا مش سهل. وراح يسبب لنا شوي اشكالات. المهم مشكرين على متابعة الفيديو. كان معنا شوي تطوير لمنطقة المطار والحداقة. نشوفكم فيديو قادم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة